عايز اقولك كمان مباريات الاهلي خلاص اتحاد الافريكوي حددها رسميا في دوري الابطال الجولة الاولى ان شاء الله تكون يوم 12 يناير الاهلي مع فيتا كلوب والجولة السنية 18 يناير شبيبات الثورة والاهلي الجولة السالسة 1 فبراير الاهلي وسيمبة والجولة الرابعة 12 فبراير الاهلي وسيمبة ايضا انتوا عارفين اللي بننهي بيه بنبدأ بيه الجولة الخامسة 8 مارس فيتا كلوب والاهلي والجولة السادسة والاخيرة 15 مارسة الاهلي وشبيبات الثورة ان شاء الله الاهلي ينهي هذه المجموعة على خير ان شاء الله يكون محتل كمة هذه المجموعة عندنا احتكات قوية جدا افريقيا ومحليا كمان عايزين كل العناصر وكل الحجد من اجل الموجهات الصعبة وتحادات الصعبة اللي بيه لها ناد الاهلي مش عايز اقعد اتكلم عليها كتير لكن حضراتكم عارفين يعني ايه تحديات قبلها ناد الاهلي فيه الاونة الاخيرة كتير جدا بصراحة لكن الحمد لله ناد الاهلي دايما بيخرج رافع راسه ورافع راس جماهيره الاعلان عن حكام برطالة اسماعيلي امام مازينبي والافريقيا قلت لحضراتكم قبل كده الاسماعيلي داخل في مجموعة قوية جدا بتضم مازينبي والافريقيا التونسي وشباب كوستنطينا الجزائر مجموعة قوية جدا جدا الاسماعيلي اعمل فيها ايه كنت بتكلم فيها مبارح مع احمد انوي المدرب العام لفريق الاسماعيلي وتكلم عن اهمية هذه المجموعة اهمية كمان شكل الاسماعيلي انه يرجع تاني بسرعة ويرجع لجماهير وبسرعة ويرجع يرجع الثقة لجماهير وكمان يرجع لوضع الطبيعي في الكرة المصرية الاسماعيلي فريق كبير دائما بمتعنا بكرته دائما بيبقى منافس قوي وبيخلي للدوري شكل كويس ان شاء الله يرجع ويرجع لمكانته الطبيعية مجموعة صعبة جدا 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 مازينبي والافريقيا التونسي وشباب كوستنطينة الجزائر خلاص وان شاء الله يوم 19 يناير ده اول لقاء مع الاسماعيلي ضد الافريقي التونسي شكرا